تواصل وزارتها الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السلع الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 386 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 67 طن مواد غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط نحو 57 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السلع الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 قضايا من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 156 طن أقماح محلية